أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أهمية التعاون في مجال التحرية للإنتاج الكثيف للغذاء كإحدى أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء بالعالم العربي وخلال اللقائية السفيرة مملكة البحرين بالقاهرة فوزية بن عبد الله زينال لفت سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات من جانبها أعرفت سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة عن رغبة بلادها في التعاون مع مصر في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي والاطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال